اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دور التعليم برنامج اكسز بعد ما تعلمنا مرحلة الاساسيات في المحاضرات السابقة رح نبتدأ ابتداء من هذه المحاضرة بانشاء برنامج محل تجاري طبعا هذا البرنامج ما رح يكون برنامج معقد واحترافي جدا جدا رح يكون برنامج متوسط الكفاءة وان شاء الله رح يكون مفيد لكل محل تجاري طبعا مهام هذا البرنامج تخزين قائمة العملاء الزبائن يعني اي زبون يشتر من عندي رح اخزن معلوماته الاسم ورقم الهاتف في حال لو احتاجت هذا الزبون بإمكاني انه ارجع له بكل سهولة تخزين قائمة الاصناف المواد رح اخزن كل المواد الموجودة بالمحل التجاري طبعا هذه المواد رح اخزنها باصنافها وكمياتها وطبعا اكيد رح نتعلم كيفية معرفة مخزون هذه الكميات ايضا انشاء الفواتير الدقيقة طبعا رح ننشئ فواتير لعمليات البيع مما تسمى حركة العمل او تسمى الحركة التجارية ايضا انشاء التقارير للفواتير المباعة يعني نقدر ننشئ تقارير شاملة لهذه الفواتير ونقدر طبعا نطبعها عند الحاجة واخيرا معرفة كمية المخزون حتى نعرف كميات المواد المتوفرة في المخزن كم مادة نفذت وكم مادة متبقية وكم المتبقي طبعا هذه بشكل مختصر مهام هذا البرنامج طبعا ممكن نطوره في هذه الدورة وممكن طبعا يتم تطويره في دورات احترافية اخرى جيد بعد ما تعرفنا على مهام هذا البرنامج نجي الى خطوات انشاء البرنامج طبعا رح نقسم الخطوات الى عدة مراحل وكل مرحلة رح تكون بمحاضرة المرحلة الاولى هي انشاء الجداول وربط الجداول طبعا في هذه المرحلة رح يتم انشاء جدول الاصناف وطبعا مكونات هذا الجدول هو المعرف اسم الصنف والسعر والكمية المرحلة الثانية انشاء جدول العملاء طبعا هذا الجدول رح يكون بالمعرف اسم العميل او الزبون ورقم الهاتف انشاء جدول لرأس الفاتورة طبعا رح نقسم الفاتورة الى جزعين رأس الفاتورة واطراف الفاتورة اي رح ننشئ جدول لرأس الفاتورة وجدول لاطراف الفاتورة رأس الفاتورة رح يتكون من المعرف رقم الفاتورة تاريخ الفاتورة اسم العميل وجدول اطراف الفاتورة رح يتكون من المعرف الصنف السعر الكمية المبلغ الكلي ورقم الفاتورة طيب رقم الفاتورة متوفر هنا في هذا الجدول ومتوفر في هذا الجدول اللي هو هذا الجزء طبعا هنا في الجدول رقم 2 ما نحتاج رقم الفاتورة باعتبار أنه في الرئيس رح يذكر رقم ولكن وضعنا هذا الرقم هو لربط الجدولين لربط الرئيس مع الأطراف خمسة ربط جدول رئيس الفاتورة مع جدول أطراف الفاتورة طبعا من خلال الحقل رقم الفاتورة هذه المرحلة الأولى من عمل هذا البرنامج جيد الآن رح نجي نطبق هذه المرحلة اللي هي المرحلة الأولى طبعا رح ننشئ قاعدة بيانات جديدة ورح نوضعها بمجلد هذا المجلد رح أسميه برنامج محل تجاري ورح أسمي القاعدة أيضا برنامج محل تجاري ورح أضغط على إنشاء رح أنشئ هذا الجدول طبعا بطريقة وضع التصميم مثل ما تعلمنا وهنا طبعا رح يطلب من عدي حفظ الجدول ورح أسمي الأصناف طبعا رح يكون عدي المعرف ورح يكون عدي اسم الصنف طبعا رح يكون نص مختصر ورح يكون عدي السعر رح يكون هنا بالنوع عملة أيضا رح يكون عدي الكمية وطبعا رح يكون هنا لقم فقط نضغط على عملة ونجي هنا إلى المنازل العشرية رح نلقاها تلقائي رح نخليها 3 حتى عندما نكتب 200 رح هو يضيف لنا 3 صورة ورح يصير 200 ألف وهكذا جيد الآن رح نحفظ هذا الجدول اللي هو الأصناف نجي إلى إنشاء ورح ننشئ جدول جديد ورح نغير إلى طريقة عرض التصميم ورح نحفظ هذا الجدول نسميه العملاء طبعا هنانا المعرف اسم العميل وطبعا رح يكون عدنا نص مختصر رقم الهاتف وطبعا أيضا نص مختصر لأن إذا اختارنا رقم الرقم رقم 11 أرقام فما تكفي نخلي الرقم الآن رح ننشئ جدول لرأس الفاتورة وطبعا رح نغير إلى وضع التصميم رح نسميه رأس الفاتورة ممتاز رح يتكون هذا الجدول من رقم الفاتورة وطبعا رح يكون نوع رقم ضرورة جدا أنه يكون نوع رقم هنا رح يكون عدنا اسم العميل وطبعا رح يتم اختيار اسم العميل من جدول العملاء طبعا قبل كل شي رح أحفظ جدول العملاء وهنا رح أختار معالج البحث التالي ورح أختار جدول العملاء التالي ورح أضيف المعرف مع اسم العميل التالي التالي ومن ثم أضغط انهار نعم أحفظ جدول حتى يتهم عدي العلاقة بشكل صحيح هنا رح يكون عدي تاريخ الفاتورة وطبعا رح يكون نوع الحقل اللي هو تاريخ ووقت ممتاز جدا الآن رح أحفظ هذا الجدول ورح أنشئ جدول أخير هذا الجدول رح يكون لأطراف الفاتورة رح أحفظ هذا الجدول ورح أسمي أطراف موافق رح أغير إلى وضع التصميم رح يتكون هذا الجدول من رقم الفاتورة طبعا ضروري أن يكون هذا رقم قبل كل شي رح نجي إلى جدول الأطراف رح رقم الفاتورة رح يكون مفتاح أساسي يعني عندما نعمل علاقة مع الأطراف يحتاج من عندنا أن الرأس لابد أن يكون مفتاح أساسي جاي عدنا هنا الصنف أو ممكن اسم الصنف طبعا رح يكون هنا نص مختصر السعر طبعا رح نختار عملة حتى يكون العملة صحيحة الكمية رح يكون رقم وأخيرا المبلغ الكلي رح يكون محسوب طبعا هنا المقصود بمحسوب أي أنه حساب الكميات من خلال الجمع والضرب والقسمة قبل ما نعمل محسوب ضروري أنه نحفظ الجدول من حفظ نجي إلى هذا الخيار ونختار محسوب وطبعا رح نختار هنا المبلغ الكلي رح يساوينا السعر في الكمية موافق موافق طبعا هذا الحقل ما رح يقبل به لأن حفظنا قبل ما نجري هذا الحقل ورح أنشئ هنانا المبلغ الكلي ورح أختار محسوب اللي هو السعر في الكمية موافق الآن رح أحذف هذا الصف طبعا أكليك أيمن عليه وحذف الصف رح أحفظ وطبعا رح أغلق الكل إذا أجي إلى أطراف الفاتورة رح أشاهد أنه أعدي هذا الجدول جيد الآن عندنا هذا الجدول اللي هو أطراف الفاتورة وهذا الجدول الأصناف وجدول العملاء وجدول رئيس الفاتورة الخطوة الأخيرة هي رح نربط رئيس الفاتورة بأطراف الفاتورة طبعا رح أغلق الكل ورح أجي إلى أدوات القاعدة وطبعا علاقات جيد طبعا رح أضغط كليك أيمن وإظهار جدول رح أضغط أطراف الفاتورة ورأس الفاتورة طبعا بإمكاني أنه أخفي وليس أحذف نحن أعدي علاقة بسبب القوائم المنسدلة رح أخفي هذا الجدول من إخفاء وطبعا أيضا هذا الجدول رح أخفي أدي هذا الجدول اللي هو برقم الفاتورة والجدول الآخر اللي هو أطراف الفاتورة أيضا برقم الفاتورة فرح أربط الرقم من الرئيس إلى الرقم من الفاتورة أي أنه رح تكون هذه العلاقة علاقة رئيس بأطراف إن شاء إذا ألاحظ هنا أصبحت عدي هذه العلاقة اللي هي علاقة الرئيس بأطراف من رقم الفاتورة من الرئيس أربط مع رقم الفاتورة في الأطراف وطبعا حفظ وإغلاق جيد الآن أصبحت عدي عملية الربط مناسبة جدا طبعا رح حملة البيانات بشكل يدوي دون تسجيل المحاضرة حتى لا يكون الوقت كبير ونكمل إن شاء الله في المحاضرات القادمة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى